أعتقد بعد 2003 أصبحت الشهادات عفواً الصوت ديرتد علي نعم بعد 2003 بعد 2003 أصبحت ظاهرة الشهادات العليا والشهادات الجامعية وكثير من الفروع العلمية سهلة المنال وبدون عنام مجرد دفع مبالغة والذهاب إلى خارج الحدود تحديداً في إيران ولبنان لجلب كافة العناوين العلمية وبدرجات عليا أيضاً للمنفع المادية وأيضاً للاستفادة منها للمنصب ليس إلا وليس هناك فكر أو نضج عقلي أو علمي أو مهني لدى صاحب الشهادة فبالتالي الرصانة العلمية للشهادة العراقية أصبحت في درجات متدنية نتيجة هذه الظاهرة السلبية السيئة التي أساءت إلى التعليم وأيضاً سكوت الحكومات المتعاقبة على هذه الظاهرة وأذكر في دورة من الدورات تمت مناقشة الشهادات المزورة وأصدر مجلس النواب آنذاك عفو عام عن كل هذه الحالات ومرر بالنتيجة هذه الشهادات وأصبحت معتمدة وبعد ذلك أصبحت مفتاح لجلب الشهادات من شتى بقاع الأرض خصوصاً من لبنان وإيران أعتقد من يسيء إلى هذه الحالة ليس فقط المواطن داخل البلد والحكومة وإنما الدولة المقصودة التي تعطي مقومات شهادة عليا بامتياز عالي هي التي تسيء إلى التعليم أكثر مما يسيء له المستفيد أي الحاصل على الشهادة وبالتالي الحكومة العراقية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي مطالبة بعدم الاعتراب بهذه الشهادة ما لم تكن لدى حاملها رصانة علمية ومهنية وثقافة ليق بعنوان الشهادة حتى في بعض الأحيان يخرج بعنوان دكتور على قنوات الفضائية لكنه لا يعرف يتحدث ولا يجد حتى مستوى إعدادية من الحديث علمياً واسلوباً فبالتالي أعتقد التعليم يحتاج إلى قانون قوي يحتاج إلى رقابة علمية يحتاج إلى تحرك دائرة الشهادات والوطائق وتصديقها في وزارة الخارجية لحين اعتمادها ومتابعتها بالدولة المعنية هل هي بدرجة تعادل درجة الدكتورة داخل بغداد أو داخل العراق في كلياتنا الحكومية التي كانت من أرقل شهادات الجامعية هي جامعة بغداد والجامعة المستنصرية والآن أصبحت مستوى الشهادات إلى مستوى متدني إذا لم يكن هناك وصف أقل من هذا الوصف لا يليق بسمعة العراق العلمية المناصب هي التي خلقت هذا التسابق والأحزاب هي التي خلقت هذا التسابق تعين من لا يستحق مجرد أنه يحمل عنوان وهو ليس لديه الفكر العلمي والمهني والثقافة العلمية أو المهنية فبالتالي أوصلوا إلى شهاداتنا العلمية الكبيرة المحترمة بين الدول إلى مستوى حقيقة يؤسف له وأصبحوا شباب نعم إذن سيد داود ما دور الجهات الرقابية دور الجهات الرقابية هل لها أي عمل يذكر بهذا الجانب لحماية مستقبل الأجيال القادمة يعني الأجهزة الرقابية نحتقد لها دور لكن دورها محدود بمسافات معينة لا تصل إلى الدرجات الأعلى ممكن فقط تكشف لكن لا تحاسب ولا تعاقب لأن من يحمل هذه الشهادة هو مسؤول في حزب معين في تيار معين في أمور الدولة في أحزاب هذه الأحزاب هي التي تحمي وهي التي تضع الإجبار على هذه الكلية بالاعتراف وعلى الدائرة بتعينه ويعين من لا يستحق في منصب القوة القانون العراقي الآن ضعيف أمام سطوة الأحزاب وسطوة الفصائل الأخرى التي تسيطر على منفذ من منافذ الدولة وتهديد السلاح إذا ما كشفت هذه الشهادة كثير من قادة الأحزاب لا يحملون حتى الثالث متوسط ومن النواب وأصبحوا بين ليلة وضحاها يحملون شهادة الدكتوراه الإعدادية يعين وزير المتوسطة يعين مدير عام فبالتالي أوصلونا إلى الدرك الأسفل من المستويات المتدنية التي لا تليق حتى بسمعة العراق الذي كان يتفاخر فيه كل الدول الدور الرقابي يحتاج إلى قوة ساندة إلى قانون قوي إلى حقيقة وزارة تعليم عالي بعيدة عن المحاصصة وزارة تربية بعيدة عن المحاصصة إلى ذو اختصاصات عالية وكفاءة قادرين على وقف هذا التدهور في الشهادات العراقية التي أصبحت تشترى وتباع حتى معن بعد يشتري ويبيع بورقتين أو ثلاثة بشهادات فخرية ويسمي نفسها دكتور وهذه سائل الشهادات إضافة إلى ما أوصلنا من مستويات علمية من الجامعات الأهلية التي أصبحت تقبل حتى المستويات المتدنية من المعدلات وبالتالي تخرج دكتور تخرج مهندس تخرج محامي وهو لا يحمل التقافة العلمية والرصانة العلمية التي تعالوا لإدارة هذا العنوان المحترم نعم سيد داود جانب آخر أيضا في التعليم هناك طالبات يعانون من ابتزاز من قبل الأساتذة هي حالة فردية بالطبع كما نعلم ولكن كيف يمكن الحد من تزايد هذه الظاهرة أيضا يعني أنا أعتقد حالة الابتزاز هي لا تزال محصورة في مساحة ضيقة ومثل ما ذكرت حضرتك أنه حالة فردية هناك مثل عندنا في فناطقنا الجنوبية والريف وكل مناطق العراق يقول لي ميداني زنبيلة ما حد يعبي له يعني هذا مثل شائع عندنا البنت المحتشمة البنت اللي واثقة من مستوها العلمي البنت التي تنتمي إلى أسرة طيبة إلى أسرة عريقة لا يمكن أن تسمح بأي شكل من الأشكال أن تبتز بطريقة أو بخرى ما لم تكن لديها مساحة مقبولة لهذا الأستاذ أو ذاك والأستاذ الذي يحمل لقب علمي وابتز طالبة هذا أستاذ مستوى حقيقة لا يمكن أن يصل إلى مستوى الأخلاق دون هذا المستوى وممكن لإدارة الكلية أو الجامعة أن تبعد عن هذا المجال وتوقف تعامل مع الطلبة وتبعد إلى وظيفة إدارية أفضل من الإدارة التدريسية لأن حملت التربية وحملت الدراسات والتربويين المدرسين الأساتذة الجامعات هم بمستوى الأنبياء وليس بمستوى موظف آخر عادي فلذلك لا بد أن يتمتعوا بالخلق العالي وباحترام الطالبات على احتبار أنهم بناتهم ودون المستوى العمري لهذا الأستاذ أو ذاك وبالتالي نحن نشدد أيضاً كاختصاص تربويين لا بد أن يكون الأستاذ يخضع إلى اختبارات أخلاقية وسمعة عائلته والسمعة المهنية وبالتالي يسمح له بالتدريس لا كل من هبد بيحمل شهادة سواء من الجامعات الأهلية أو جامعات خارج العراق يأتي ليدرس أبنائنا ويسوء خلقه أمام هذه الطالبة أو تلك وأؤكد أيضاً مرة أخرى أن قوة الشخصية للطالبة عليها أن تدخل إلى العميد وتدخل إلى الوزارة وتدخل إلى الشرطة المجتمعية وإلى كل المجالات القانونية ولا تخشى الفضيحة الفضيحة هي عندما تستسلم لهذا الأستاذ ويذهب شرفها ومستقبلها أما تتحجج أنه عشائرياً إطلاقاً طالما هي في الجانب الآمن عليها أن تتحرك لردح هذا نفسيات مريضة بعيدة على كل البعد عن التعليم وعن الرسالة العلمية التربوية نعم سيد داود الفوضى أيضاً الحاصلة في الجامعات ما أسبابها ولماذا لجوء الطلبة دائماً إلى الأهلية للحكومية يعني هناك أسباب أولاً الكليات الحكومية أو الجامعات الحكومية تبحث عن معدلات رصينة لأن هذه الجامعات الحكومية تنتسب لها الشهادة العراقية والجامعات الحكومية جامعات عملاقة في عنوين الجامعات العراقية لا يمكن أن تقبل مستويات متدنية مثل الطب والهندسة والصيدلة والاختصاصات علمية أخرى يكون لها معدلات محترمة يعني هذه أولاً ثانياً استلام كثير من الكليات والجامعات بمحسوبيات من الأحزاب العميد رئيس الجامعة والأستاذ رئيس القسم تنتمي إلى أحزاب معينة تتصرف وتفرض سيطرتها على نظام الكلية تحت تهديد الوعيد والسلاح أو الخطف أو القتل وبهذا تصبح قدرة السيطرة على هذه الجامعة أو تلك ضعيفة من قبل الأساتذة المستقلين الذين لا يحميهم حتى القانون ثانياً حقيقة الكليات الأهلية يفترض أن تتبع إلى معايير نفس الكليات الحكومية حتى نستطيع أن نقارن بين الشهادتين ويصبح تنافس محترم بين الشهادتين يعني المعدل الذي تقبله الحكومية قريب من عنده تقبله الكلية الأهلية بفارق خمس درجات حتى تصبح المنافسة العلمية والشهادة العلمية إلى رصانة أيضاً تفرض رقابة الحكومية الجامعات الحكومية ووزارة التربية ووزارة التعليم العالي تفرض رقابة على الكليات الأهلية بنفس الصرامة والشدة على الكليات الأهلية أستاذ داود اشتركوا في القناة